مزيد من معلومات وتفاصيل تضم إليها من رسالة القرارة الإخبارية من القدس المحتلة الزميلة دان أبو شمسية دان أهلا بك في هذه الجولة يبدو أن هناك هجوم بعد القرار الذي اتخذ بالأمس ومرر بالأمس في مجلس الأمن الدولي هذا الهجوم كان بعضه على الولايات المتحدة وكان بعضه على مجلس الأمن والأمم المتحدة كيف ينعكس هذا القرار وما هزاته الارتدادية على إسرائيل؟ بالفعل كان هناك العديد من التصريحات بعقبة قرار مجلس الأمن وكان هناك هجوم حاد سواء من ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية المتمثلة في بن يمين نيتنياهو وهذه التصريحات المتعاقبة التي قال فيها أن هناك تغيير في المنهجية الأمريكية مع إسرائيل وبأن هذا إفطاق جديد وأنه يقود استمرار تحقيق أهداف الحرب وكذلك الحال تسارع وزير الأمن القومي إتمار بن كبير للإدلاء في تصريحات وهاجم بشكل شخصي بايدن وكذلك هاجم الولايات المتحدة كحكومات وتحدث أن الأمريكا تدعم الإرهاب وبأنها تقف مع العالم ضد إسرائيل وتسمح للإرهاب في مزيد من إجراء عمليات ضد السامية وما إلى ذلك كذلك الحال سموتريت وهذا الخبر الأخير الذي كنت قد قرأته وهذه ليست التصريحات الأولى لسموتريت بذات اللهجة وبذات المصطلحات وبذات الهدف وهو الدعوة إلى اجتياح بري إلى رفح وقبل أيام أيضا كان هناك حديث مشابه لإتمار بن كبير الذي قال بأن الطريق الوحيد للوصول إلى صفحة تتم عن طريق قوة البناطق في إشارة إلى اجتياح إلى رفح كذلك الحال اليوم سموتريتش ردا وتعقيبا على قرار مجلس الأمن الأخير كان قد صرح وقال بأن العلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهناك استمرار في تضفق هذه المساعدات العسكرية والإمدادات العسكرية بالأسلحة وهناك يوميا يصل قطارات جوية محملة بالإمدادات العسكرية دانا ليس هذا التصريح غريب عندما يأتي ويخرج من سموتريتش الذي يمثل التيار اليميني المتطرف داخل هذه الحكومة وهو دائما الهجوم على الولايات المتحدة عند انتقادها لإسرائيل من بين هذه الانتقادات ربما أن إسرائيل ليست نجمة في العالم الأمريكي بالفعل هناك تناقض كبير بين ما يدلي فيه سموتريتش سواء على صعيد علاقاته مع الولايات المتحدة والتي عادة يكون هناك مهاجمة من قبل سموتريتش بهذه الحكومة الأمريكية كونه يندرج تحت اليمين المتطرف وكون هذه الحكومة هي حكومة ديمقراطية يقول فيها بأنها لا تعطي إسرائيل الشرعية الكاملة والضوء الأفضر الكامل ولكنه اليوم كمن يصب الزيت على النار من جهة يقول ويتحدى أمريكا باستمرار العملية البرية فقط هو من جهة أخرى يقول بأن أمريكا هي حليف لإسرائيل ولكن ثانيا هو نوه همام بأن كل هذه التصريحات خاصة الصادرة على لسان سموتريتش لا تأخذ بمحمل الجد ولا لها أي طقل سياسي سواء في اتخاذ القرار على المستوى العسكري أي في الاشتياح البر أو حتى على مستوى العلاقات والسياسة مع أمريكا وكان هناك هجوم واضح من سموتريتش سابقا على الرياضة المتحدة خاصة عندما اتخذت وسنة عقوبات على مجموعة من المستوطنين الذين قاموا باعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الماركية سؤال الأخير دانا هل بالفعل صدر قرار من مكتب رئيس الوزراء نيتنياهو بعودة الوفد الإسرائيلي المتواجد حاليا في واشنطن بقيادة وزير الدفاع وزارة الخارجية القطرية وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت قد كذبت بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية الذي تحدث فيه عن عودة الوفد المفاوض إلى إسرائيل وخاصة بعد تعثر هذه المفاوضات وحاول نيتنياهو أن يربط ما بين قرار مجلس الأمن وبين موقف حماس وبأن قرار مجلس الأمن كان قد أعطى الصلاحية والمساحة لحماس للتعنت في مواقفها والوصول إلى وقف إطلاق نار كامل لذلك بيان رئاسة الوزراء كان قد تحدث أنه طالب الوفد أو من تطبق من الوفد المفاوض أي الطاقم الفني من العودة إلى إسرائيل وبتوقف هذه المباحثات ولكن وزير الدفاع الخارجية القطرية وبعض وسائل حتى الإعلام الإسرائيلية كانت حقالة وأكدت أن هناك بعض من الطاقم الفني ما زال متواجد في التوحى وما زالت حتى اللحظة تجرى هذه المباحثة شكرا جزيلا دانا أبو شمسية من رسلت القرارة الأخبارية من القدس المحتلة شكرا لك على كل هذه المعلومات